النهاردة عندنا ملف حساس شوي ايه هو الملف ده؟ الملف اللي عندنا النهاردة هو الملفات القديمة الملفات القديمة نقص بيه الملفات القديمة؟ الملفات اللي حصلت من اول التعارف وفترة الخطوبة ليه بتكلم النهاردة عن الملفات القديمة؟ ملفات القديمة لان حتى قيمة مهمة جدا جدا واحنا داخلين على الجواز حتى قيمة مهمة جدا جدا عن محاك اللي هي قيمة ايه؟ قيمة الستر والخصوصية قيمة الساتر والخصوصية بدأت تتحط على المحك في فترة الخطوبة في الزمن اللي احنا فيه ده عشان شوية مفاهيم دخلت على مفهوم الجواز خلت مفهوم الجواز وخاصة في فترة الخطوبة ما يبقاش فيه اتزان لان الخطوبة ممكن توصل لقبل ما يحصل جواز وقبل ما يحصل وصول الجواز يحصل ما بين الناس ملف يفضل اسمه ملف قديم يحصل تجاوز في فترة الخطوبة ما بين المخطوبين ايوة بتكلم عن ده بتكلم عن التجاوزات اللي ممكن تحصل سواء كانت تجاوزات اخلاقية او تجاوزات في التصرفات ويفضل الكلام دوت ويفضل لما نتجوز يفضل ده بيوجع الناس بشوف ده في الاستشارات الزوجية كتير لما يحصل تجاوز ما بين المخطوبين وقد يحصل التجاوز في بعض الاحيين الى اشياء بشعة واشياء شديدة فلما يتجاوزوا ممكن في بعض الاحيين تحصل معايرة او تحصل اشياء غير منضبطة وقد يكون الملفات القديمة ان احد الطرفين بيحكي عن تجارب قديمة لي خاصة الولاد اللي بيحبوا في بعض الاحيين يبانوا انهم دونجوان او فالمتينو او اي حاجة بيحب ان هو يحكي ده فيبقى ايه؟ ملف قديم فبيحكيه طب بيحكيه ليه؟ يقولك بس عشان هي تبقى على نور ويعتبره ده اتنوع من انواع الشفافية ولكن ده في النهاية بيفتح عالم انا بسميه العالم المليء مش بالشكوك بس اسمه عالم الاشواك اللي هو بيتزرع بالشك وهو عالم مليان بالاوهام والتصورات المخطئة فلذلك ما ينفعش ان احنا نعمل ده فحرام على البنت او على الشاب ان هما يحكوا تجاربهم السابقة تعالوا نقف شوية اه مش من حقه فيه حاجة اسمها الستر فيه حاجة ان الواحد يحفظ كيانه يحفظ اخلاقه مش من حق حد يعرف حاجة عن تاريخ حد تاني هو مش ربنا اللي لازم نعرفه هو الحاجات اللي ممكن تمنع من استمرار زواجنا زي ما العلماء كانوا بيتكلموا على العيوب التي لابد من التصريح بها لانها تمنع من الزواج لكن الكلام بقى على انت عرفت مين وانت عرفت مين وتفاصيل الكلام ده كله التفاصيل الدقيقة اللي تخلي كل واحد فينا بيتأكد عنده صور مخطئة أو صور لا مش من لازم يعرفه مش لازم يعرفه كل ده ولازم يعرفه ان الستر مش كدب لما واحد يستر نفسه هو مش كداب لان الستر مأمور به شرعا ما ان المتعرف عليه في فترة الخطوبة ان هم يحاولوا يزيروا اجمل ما فيهم ومش ان هم يتعروا ويكشفوا اخطاءهم القديمة وكمال لو حصل تجاوزات في فترة الخطوبة موضوع الملفات القديمة ده بيزيد الملفات القديمة بتعمل جرح واثار سلبية على الحياة تفضل هي فكرة انه هو يعمل نفس اللي عمله ده مرة تانية حتى لو هو تابه احسن توبته فلازم نخلي بالنا من الحياة في الاسرة الاولى وزي ان الولد يكون مثلا شايف ان والدته كانت مسيطرة في بيت والده او والدته مثلا عندها بعض المشكلات فيحكي الكلام ده على انه هو بيصرح عن حيات عن حياته عشان هي تعرفه فده من ترس البيت والترس الشعبي بيقول حاجات ممكن تخلي الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام في خطورة زي مثلا اكفل قدر على امها تطلع البيت لامها فانت لما تحكي لده انت بتستعد عشان اللي يتكون عندك سوء الظن والسورة السلبية وربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن وجزء من اجتناب الظن ان انا ما حكيش كل ده فيحصل حالة من التربس لما يحكي عن والدته او يحكي عن سورته ويحصل حالة من القلق ان ممكن ده يحصل ولا لأ وننسى قوله تعالى وقال لا تزير وزيرة من وزيرة اخر وهو منتظر امتى البنت اعتبقى زي امها وعشان كده الفقهاء لما تكلموا على اللي بيظهر للخطيب في فترة الخطوبة ان هو بيظهر للناس العاديين وكان بيقولوا ايه بيقولوا حاجة مهمة جدا ان في فترة الخطوبة ما بنظهرش العورات ما فيش حاجة اسمها اظهر العورات ده عورات زي ما فيه عورات جسدية فيه عورات كمان حياتية فما ينفعش الواحد يظهر عوراته معصيه ده بينه وبين ربنا وعشان كده لانهم شايفين ان الشخص له كرامة وخصوصية قالوا الكلام ده فكانوا بيشيروا ان يجوز له ان يرى الوجه والكفين وده كله بيشوف كل الناس وكانهم بيقولك خلي بالكم فترة الخطوبة مش فترة اظهر العورات والمعاصي والاثام مش معنى اني حبيت حد اني اتعرق قدامه فبلاش التعرف على شركة الحياة بالاخطاء وانما يكون بالصواب اضرب لكم مثل اتعرينا وحكينا كل الحكايات اللي احنا عايزين نحكيها عشان نبقى شفافين وبعدين شرك الحياة سابنا ومشي المخطيب سابق سابق ومشي والمخطوبة سابقت ومشيت ليه عشان هو دلوقتي مش هو الشخص اللي عمل الخطأ ده والزنب ده وانا تعلمت قصة مهمة جدا 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 وفيه مبدأ مهم جدا ان لا يكون الانسان متزنا ويصل الى حد النضوج الا وعنده 25% من اسراره بيدخل بيها القبر ففيه اسرار احنا ندخل بيها قبرنا حدش عرفها الننا ليه الا يعلم من خلق وهو اللطيف اخلاص ابنعرفها ولو فيه بينهم ملفات قديمة عملوها مع بعض يعني لو عملوا اخطاء في ملفات قديمة في فترة الخطوبة تزل الزكريات تلحقهم وتهددهم وتهدد ثقاتهم في بعض واحيانا بيحصل لهم انكار ويقولوا احنا تجوزنا ده وخلصنا وبقى ده انتهى ولعل ده يخلينا قبل ما نفهم حديث الاسول اللي بيخليهم بعد كده يبقى عندهم حاجة دافينة كده ويسعد يطلع ويعيروا بعض كده بشكل خفي ولعل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بيها في النار سبعين خريفة لعل دي من الكلمات اللي بالانسان لا يلقي لها بالا مستبوز الحياة وممكن ما يلقي لها بالا ممكن تكون معناها ان هي كشفت عن شيء ما ينفعش انه ما ينكشف ودايما بقول لازم نعرف ان القلب والباطن مغرفته اللسان فمش لازم لازم نحفظ لساننا وعشان كده حضرت النبي قال له وهل يكبوا الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ولسانتهم بلاش نعمل كده بلاش نضمر حياتنا بان احنا ندعي ان ده تنوع من الانواع الشفية الزوجة احيانا بتقول لي زوجة انت مش راجل في عناية وتبدأ تمارس العنف اللفظي او غير اللفظي وهو ممكن كمان يمارس ده معاه ده كله ليه؟ اثار متراكمة من الذكرات اللي حاصلت في حالات بتصل في حالات الارشاد عندنا انه ممكن تروح لمناطق اصعب من كده ان الشخص ده لو اني عرفت عنه ان هو شخص كان ليه ماضي مش لطيف واتجوزته يبدأ الشك يتنامة 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 تشك فيه انه ممكن يكون عنده علاقة حتى مع امها او مختوى او احد تاني وتبدأ حاجة انا بسميها شظايا الشك لانه مفيش حواجز ولا دواير بتمنع الشك انه يتوسع طبعا ده احد اهم اسباب انه هما مراحوش في الطريق الصحيح للتعافي لما يكون عندنا ملفات وحكيناها احنا حكينا ان احنا ما نحكيش الملفات دي وحرام اللي احنا نحكي فيها طب حكيناها عايزين نتعافى نروح للمتخصص فاكرين الراجل اللي كان في الحرب وتجرح فبعض الصحابة قالوله مش شايفين غير انك انت تختسل فاختسل فمات الحياة دي محتاجة متخصص فلما مات حضرت النبي قال قتلوهم قتلهم الله انما شفاء العي السؤال اللي تعبان يروح لطبيب يروح المتخصص فعشان كده ما ينفعش الانسان ينزل لنفسه ويتحمل مراتيق احنا هنقول شوية اجراءات مهمة عشان نقدر نتعامل بها مع اللي احنا بنقوله ده لان فكرة فلسفة الستر اقول لكم بايتبعافي عندنا وانا عايز اقول لكم هل في ستر وفي اسرار ما بين المخطوبين ايوة لان الخطيب ده لسه ما بقى الزوج ومش من حق انه يعرفها الاسراري لكن اللي هو واجب علي واللي لازم اعمله عليه ان انا كل حاجة ممكن تديم العشرة بيننا اتكلم فيها اتكلم على الخطوط الحمراء اللي بيننا واتكلم على اصولي الزواج لكن ما اتكلمش عن ايه ما اتكلمش عن المعاصي لان احنا اتكلمنا عن المعاصي ايه اللي حاصل احنا بنقف اللباب على نفسنا وعشان كده لازم نكون فاهمين ده جدا 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 وحنا نتكلم اول حاجة وحنا بنتكلم فيها من الاجراءات اللي احنا عايزين نعملها نعمل ايه طبعا احنا عندنا شوية قواعد لازم اول قاعدة بنتكلم عنها ان احنا نفس المبينة للمعاصية والعاصي احنا خلاص عملنا كده وحصل خطأ حتى لو في فترة خطوبة نعمل ايه دي معصية دي مش انا دي معصية وانا بكرهها الله سبحانه وتعالى كره النا الكفرة والفسوق والعسيان وفي ايه اللي حصل وحبب الينا الايمان وزينا وفي قلوبنا وطلب مننا ان نسأله وان نكون من الراشدين فلازم خلاص نبتدي بقى بقانون تاني يبقى خلاص عن نفس المبينة المعصية والعاصي تاني حاجة لازم نعمل قانون اسمه قانون الازاح ان الحسنات يزهبنا السيئات يبنزق السيئات بالحسنات مش السيئات تلتهم الحسنات وبكده ممكن نقدر نوصل ببعض الصلاة خالص صارص ليه ان احنا نقدر نعمل الاجراءات اللي انا اقولها لكم دلوقتي اول اجراء لا يجوز شرعا ان اي حد يحمل التاني اذا كنا احنا وقعنا في الخطأ مع بعض مش ممكن واحد فينا يقول ان الملفات اللي حصلت دي بسبب واحد ده خطأ وخلاص ونتناسى ده ونتجاوزه الامر التاني والمهم ان احنا عايزين حاجة مهمة جدا جدا بعد ما الملفات دي ما كانش سببها واحد بس احنا كمان عايزين نعمل ذكريات حسنة مع بعض ونتجاوز ده نتجاوز ده بذكريات جديدة بتعمل لنا حالة جديدة وحياة جديدة مع بعض انا ليه بتكلم في الملف ده لان الملف دوت واجع بيوت كتيرة فاحنا لازم نتجاوز نتجاوز عزين ملفات فاول حاجة محدش يحمل شريك حياته ان هو السببه بس لا احنا كنا السبب واحنا لعن نكون الحل باول قاعدة احنا اتنين كنا السبب واحنا لاتنين نحل مع بعض الامر التاني زي ما بناخده من قوله تعالى ان الحسنات ويذبن السيئات نعمل ذكريات جديدة مع بعض تالت حاجة لازم نغير بلنامج حياتنا بلنامج حياتنا يتغير كأننا بنتولد من جديد كأننا بنتجاوز من جديد يعني ايه بلنامج حياتنا بلنامج حياتنا اذا كنا ما منقربش من بعض انا بشوف ستات في بعض الاحيين اللي احساسها ان الخطأ ده وتلوسها بتخاف تلمس ابنها وتخاف تقرب بنا وشايف ان حياتها خلاص بازت وتلوست لا الخطأ ده خلاص في فاصل بيننا وبينه واحنا انكرناه وتبنا منه وتجاوزنا هذا الخطأ وبعد كده نعمل ايه نعمل ذكريات حسنة مع بعض بعد كده نعمل ايه نبتدي نفكر في حياتنا بشكل جديد نعمل برنامج جديد لحياتنا يعني ايه بنعمل برنامج جديد لازم طولة البرنامج ده نكون مهتمين ببعض كل واحد فينا بيقول للتاني المحاسن اللي فيه كل واحد فينا بيساعد الشخص انه يخرج احسن ما فيه الحاجة الرابعة اللي احنا لازم نعملها ببساطة ان احنا دايما يكون عندنا مجالس للتوبة ونكون عندنا كمان حالة من حالات حمد ربنا على نعمة الزواج ونعرف ان الزواج بيعمل ايه؟ الزواج بيمحو ما سبق كما ان الحسنات تمحو السيئات الزواج ده مسجد كبير ممكن نعبد ربنا فيه وان ربنا سبحانه وتعالى اذا جعلنا قد دخلنا الى هذا الزواج فدخلنا الى هذا المسجد الذي يمكن ان نعبد الله سبحانه وتعالى فيه فيمحى كل ما كان منا من ملفات قديمة ملفات القديمة دي على فكرة ملفات تقيلة علينا بس ملفات لا تساوي شيء في رحمة ربنا لا تساوي شيء في قوله واجعل بينكم مودة ورحمة الملفات دي كلها لا تساوي شيء ممكن يتجلى عليها الله سبحانه وتعالى بقوله ايه يا شاء يزيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الملفات دي كلها تيل علينا بس تزوب في نظرة رحمة من الله واللطف يبقى رابع حاجة لازم نحمد ربنا ونشكر ربنا ان هو خلينا اتجوزنا وفتح لنا باب جديد للطاعة تخيل واللقمة ترفعها الى فيه زوجتك صدق اللقمة اللي انت هتأكلها زوجتك صدق فايزا هي باب من ابواب فتح باب رضا الله وانت كمان ان المرأة اذا بات زوجها وهو عنها راض باتت مغفورا له يبقى إلا حاصل ابواب السعادة كلها موجودة في الزواب خلينا نحسن لبعض ونعاشر بعض بالمعروف وكل الملفات دي هتطير في نظرة رحمة وود من الله سبحانه وتعالى اخر حاجة انا بنصحكم بها ممنوع في اي شكل من اشكال ان حد يذكر تاني بالملفات دي ملفات دي خلاص انتهت انتهت لان ربنا نظر الينا بالرحمة وعقد بنا هذا العقد الذي قدس بنظر الله اليه يا رب اجعلنا على الدوام من اهل رحمتك ومن اهل فضلك ومن اهل كرمك اجعلنا يا رب نزوب في نظر لطفك ورحمتك لبيوتنا يا رب العالمين امحوا كل السيئات كل الملفات وابق بيوتنا طاهرة خالصة لواجهك الكريم واجعلها بابا من ابواب عبادتك بالسكينة والمودة والرحمة يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اكرمنا بودك على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة